طيب أستاذ أحمد جلال طالب أنه يعلق على الصورة اللي نزلها النهاردة عمر الساعي على الانستجرام على الحساب الرسمي بتاعه وهطلنا الصورة يا شباب عشان أستاذ أحمد هو بيعلق عليها هو الفكرة أنه زي ما زي ما أنتوا شايفين كده هو في فيروس كل الناس بتبقيه هو الأول بس عشان نرد طبعاً ده الأهل بيحتفل بإدراء الدوري الجديد والإدراء رقم 44 أوكي يعني نوع من الاحترام أو الثقة أو أن هما بيدعموا زمنهم جابوه يحتفل معهم طبعاً البطولة دي لا تحصف لعمر الساعي طبعاً إنه كان ملعاً تلادي الإسماعيل طب أنت جاب البطولة وتقول رقم واحد برضو أنت دلوقتي وتقول هس هس المين هي عارفك رقم واحد برضو لو كتب رقم واحد برضو بس بل من حق أنا في رقم واحد مفيش مشكلة بس ليه هس ليه طب أنت عملت إيه طب أنت لسه حتى ما تكتبش بالقناة بالرصاص لعيب كويس آه لعيب كويس طبعاً بس ما أنتش لعيب واو لغاً دلوقتي بدليل أنت ما تاخدش أولمبياد الراجل آه كان موجود ضمن القوام لكن لما راح كان فيه نيني وكان فيه زيزو فالراجل فضل من نيني وزيزو بقيت بحكم الخبراء هو لعيب جايد يبقى أنت لعيب جايد يبقى أنت تشتغل على نفسك في هذه المنطقة ما تبدورش بقى تكيصة بقى إيه عمر السوشيال ميديا ولا الحاجات دي ما هتكبر ولا هتلمع ولا هتخلي جمهور الأهلي أو زمالك على فكرة دايماً مترجتك يا مناس يا مناس في الفرقتين وكانوا لعيبة دولية وأجروا الجان وسخروا صفحات وبعد سنتين من تقلقهم مع فراءهم اختفوا تماماً والنهاردة بتنقلوا من نادي ده للنادي ده للنادي ده وأصبحوا في زكرة الناس النسيان ولسه بيلعبوا لغاية دلوقتي والناس دي لسه تلعب لغاية دلوقتي لكن خلاص بقيت بقايا أسماء فلازم يا عمر يا ساعي تعتبر من ده لازم زملائك بقا هي دي بقى مهمة الكبار في الأهلي دلوقتي مهمة مدير الكبار عشان ما فيش مدير الكبار بقى مع كامل احترامي كابتن سامي مهمة الكبار دلوقتي في الأهلي إن هم هيحطوا الأمور دي أمام زملائهم لأن تأثير اللعب على اللعب أهم من تأثير بعض الأحيان أهم من تأثير المدير الفني أو المدرب على اللعب دي مهمة شناوي مهمة سلية مهمة أفشة الناس اللي هي اتربت او اعلت كتير اوجه وجود رانا دي الاهلي انا بيعمل الناس اللي انا بتهمهم بالتقصير بعد اللي عمل يعني بقولت الناس اللي هي ممكن تبقى لها دور وما عملتش حاجة في نفس الاطار